مسلسل الخطف تابع وجديده في بلدة عيترون حيث خطف المواطن عبد المعين مصطفى 32 عاما ليلة الأربعاء من قبل المجهولين واقتدوه إلى جهة مجهولة مصطفى كان عاد من ألمانيا منذ خمس سنوات ويعمل في مجال الزراعة كنا قاعدين فجأة دق جرس البيت أم لا يفتح كانوا صارين طالعين هالدرج قالوا تفضل للزلمة قالوا أنا بقل لك كيف يتفضل أم أخذوا دغري معاهم وظلوا رايحين فيه بلدة الحلالة اللي عملوا معه هاي الشغلة ما كنتش لازم تكون هيك والبري الله بيبره إن شاء الله يعني بالنهاية هو كل العالم بتعرفه أنه مش هذا حدا العائلة أبلغت القوى الأمنية وطلبت بالكشف عن مصيره بأسرع وقت إلا أنها لم تتلقى أي جواب حتى الساعة